اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة أما بعد فحياكم الله أخوان الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نبين أهم الفوائد التي جاءت في صحيح الإمام مسلم ونشرح هذه الأحاديث ونذكر هذه الفوائد وهذه الفرائد وكذلك نبين مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع إلى هذا الحديث ثم نعود عليكم بعد الفاصل فانتظرونا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحا أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح حديث كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث هنا هذا حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاه بوابه الإمام النووي في كتابه شرح صحيح مسلم بقوله باب أحف الشوارب وأعف اللحا عين بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وأوف اللحا وفي لفظ خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحا جاءت رواية أخرى وأعفوا اللحا وأيضا في البخاري وأوفروا اللحا من الوفرة يعني من كثرة ترك اللحا وفي رواية أخرى أنهكوا الشوارب يعني جز الشوارب كلها من الإنهاك حتى تبقى قليل جدا 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 ما تكون الشوارب طويلة وزاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته يعني هكذا يقبض على لحيته فما زاد فما فضل أخذه يعني يقص ما بعد هذه القبضة وأيضا في صحيح مسلم من حريث ابو هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحا جزه يعني جز الشوارب هكذا من هنا وكذلك من فوق من الأطراف كلها بحيث ما تكون هذه الشوارب طويلة وعندما يأكل الإنسان الطعام تلامس يلامس يعني هذا الشعر أو هذا الشارب هذا الطعام أو الشراب فيكون ذلك مستقدرا ويتبقى آثار الطعام وغير ذلك في هذا الشعر أو يدخل هذا الشعر في داخل هذا الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأرخوا اللحا وخالفوا المجوس قول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا بمعنى أعفوا وكلها كلاهما لفظين متشابهين كما جاء في الصحيحين وفي صحيح مسلم قال أرخوا عند البخاري قال وفروا اللحا قيل تلفظ اللحا واللحا يجوز فيها الضم ويجوز فيها الكسر كما قال علماء اللغة والكسر أفصح تقول اللحا وهي جمع لحية فهنا نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الإسلام وأبناء الإسلام أن يخالفوا المشركين ويخالفوا المجوس الذين كانوا يحلقون لحاهم كما أبين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس ومن أوجه المخالفة توفير اللحية أن تطيل اللحية ونجعل هذه اللحية اختداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا سنة الأنبياء عليهم السلام وتوفير اللحية هي من التكثير واللحية هي اسم لما نبت على الخدين والذقن هذا الخدين ويسمى يعني هذا الذقن وقيل العارضين قيل العارضين لا الخدين وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في الشارب للأسف هناك من يجعل هذا الشارب يجعله طويل جدا جدا ويعني ينزل إلى الأسفل أو يكون كثا فهذا مخالف لحد النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للفطرة وكذلك فيه تشبه لليهود والنصارى وكذلك المجوس لذلك على المسلم أن يقص الشارب ويحف الشارب كما جاء في الحديث أنهكوا الشارب يعني من فوق أيضا البعض يدع هذا الشارب فيكون سميكا كما ذكرنا فالواجب قصه وإنهاكه هذا هو ما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك قال بعض الفقهاء والعلماء لا تجعل الشارب ينزل تحت الشفة العلية فعند الشفة هذه يقص الشارب وكذلك قيل أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قصر من لحيته ما زاد من قبضته وهذا خلاف هنا خلاف بين الفقهاء والعلماء هل تقص اللحية أو تخف اللحية وقيل أن هذا فعل خاص بأصحابي الجليل وبعض الفقهاء قالوا أنه لا بأس إذا زادت اللحية عن القبضة فيقص ما زاد عنها وكذلك إذا زاد بعض الشعر فيقص وكذلك إذا كان أسفل الرقبة والحديث في ذلك طويل وفي هذا الحديث إخواني الكرام أخوات الكريمات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أهمية التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وكذلك أهمية النظافة والطهارة كما ذكرنا بالنسبة ل جز الشوارب وقص الشوارب وعدم إطالة هذا الشارب كما في الأحاديث أنهكوا وجزوا الشوارب وغيرها من الأحاديث التي جاءت كذلك في هذا الحديث نجد أهمية الإتزام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال إعفاء هذه اللحية حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تقول والذي جمل الرجال باللحة أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقنا وإياكم اتباع كتابه والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر